العوامل المؤثرة على حركة براونين الظاهرة الطبيعية حيث الجسيمات المتنهية الصغر المغموسة في مائع أو الطافية على سطحه تتحرك بعشوائية تسمى حركة براونين دعنا نرى العوامل المختلفة التي تعتمد عليها حركة براون للجسيمات معلقة بمائع كلما زاد حجم الجسيم فإن حركة براونين الخاصة به تتناقص على العكس إذا قل حجم الجسيم فإن حركة براون الموضحة بوسطة هذه الجسيمات سوف تكون أكثر إذن نحن نستطيع أن نقول إن حركة براون تتغير عكسيا مع حجم الجسيمات العالقة بعد ذلك فإن حركة براون تتغير عكسيا مع كثافة الوسط أيضا الكثافة الأقل لأي سائل تعني عدد جسيمات أقل أو مسافة بين الجسيئات أكبر وبالتالي أي الجسيم عالق في هذا السائل بعد إجراء تصادم من هذه الجسيئات يمكن أن يتحرك بحرية في فضاء كبير نسبيا وبالتالي يظهر حركة براون أكثر من ثم نحن رأينا أن حركة براون المعروضة بواسطة الجسيمات سوف تكون أكثر في سائل له كثافة أقل بينما ستكون أقل في سائل أكثر كثافة نتيجة وجود عدد أكبر من الجسيئات في السائل أو بعبارة أخرى مسافة أقل بين الجسيئات حركة براون للجسيم تعتمد أيضا على درجة حرارة الوسط درجة حرارة أي وسط تدل على متوسط طاقة الحركة لمكونات الوسط بين الجسيئات وأن درجة الحرارة العالية لوسط تدل على متوسط طاقة حركة عالية لمكوناته من الجسيمات عندما تعلق أي جسيمات في سائل من هذا النوع فإن الجسيئات المتحركة بسرعة سوف تصدم الجسيمات بحيث يمكن أن محصلة القوة المؤثرة على الجسم تكون عالية أيضا في نفس اللحظة يظهر الجسيم حركة عشوائية أكثر من ناحية أخرى إذا كانت درجة الحرارة الخاصة بالسائل منقفضة إذن فإن محصلة القوة المؤثرة على الجسيمات العالقة تكون منخفضة وتظهر حركة براوين أقل إذن تستطيع أن تقول إن حركة براوين للجسيمات تزيد مع زيادة درجة الحرارة وبالتالي فقد استنتجنا أن جسيما صغيرا عالقا في وسط منخفض الكثافة في درجة حرارة عالية سوف يسهم في زيادة حركة براوين حركة براوين لوحظت حتى لجسيمات والتي تكون أصغر من حبيبات اللقاح ولها قطر المتناهي الصغر حوالي عشرة مرفوعة لناقص ستة متر بعبارة أخرى واحد من المليون من المتر على الرغم من فهمنا للسبب وراء حركة براوين من أكثر من مئة عام فإن العلماء حول العالم ما زالوا يواجهون مشاكل بينما يحاولون دراسة الجسيمات الحيوية الصغيرة في بعض المحاليل بحيث أن هذه الجسيمات لا تستمر موقوفة في الوسط ولكن تعاني حركة براوين ترجمة نانسي قنقر